الممثل محمود قابيل ممثل مصري وهو سفير اليونسيف للنواية الحسنة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ولد في 8 ديسمبر 1946 بالقاهرة تخرج في الكلية الحربية في عام 1964 عمل ضابطا في القوات المسلحة ثم اتجه إلى التمثيل قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عمل هناك في قطاع السياحة ثم عاد مرة أخرى ومرس التمثيل في التسعينيات تزوج في السبعينيات من سهير رمزي ثم انفصل وأشيع أنه تزوج من مرفة أمين لكنه نفى ذلك شارك في العديد من الأفلام وكذلك له العديد من الأدوار المتنوعة في المسلسلات التلفزيونية وله عدد من الصهرات التلفزيونية أمره الآن 76 عاما